اجمع خبراء في شأن الامني ان مقترح الرخصة الدستورية للجيش الوطني الشعبي الجزائري ورفع الحضر عن مشاركته في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية هذا لاول مرة في تاريخه فرضتها الظروف الاقليمية الراهنة وهي خطوة مدروسة للتأقلم مع المستجدات الطارئة والمتغيرات الدولية فيما يرى اخرون ان مسودة الدستور اضافت تقييدا جديدا لمسألة ارسال الجيش خارج الحدود اذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان كتبت الصحفية الجزائرية نوارا بشوش في صحيفة الشروق مقالا على خلفية مشاركة الجيش في مهمات خارج حدوده وصفة الخطوة بانها جاءت لتواكب المتغيرات التي عرفتها الجزائر بما يؤدي الى تغيير في موازين القوى في المنطقة وتغيير ادوات تفعيل الموقف والثقل الجزائري في الدول التي تعيش توترات ونزاعات في منطقة الجوار التي اصبحت تهدد امن الجزائر واستقرارها لم يكن مسموحا في السابق للقوات الجزائرية بالانتقار الى الخارج لم يأتي عبثا بل فرضته الظروف الاقليمية والتطورات التي شهدتها منطقة الساحل وشمال افريقيا في العقدين الاخيرين وتضرر مصالح الاستراتيجية والعمق الامن الجزائري في عدة دول كمالي والنيجر وليبيا وتونس سواء بسبب وجود المجموعات المسلحة في منطقة الساحل او قواعد عسكرية لدول اقليمية وغربية كما في المال ونيجر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة